بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ده رعلق تعليق سريع كده على منشورين ناشرين واحد اسمه مونعم سليمان فاكر نفسه صحفي والرجل حاغد على الشرعة الإسلامية ومشكلته مع الدين واضحة جدا فقبل ما أنا مشي لقدام في المنشور بتاعه ده أول حاجة هو مفترض يعرف هو الجماعة المعاول الحاغدين على الدين كلهم من العلمانيين واللي عندهم مشكلة مع الشريعة الإسلامية مفترض يعرفوا إنه الشعب السوداني وكد زعلان وطلع على الكيزان والمظاهرات العملوة والكل ده ما كان الشعب السوداني يومي الأيام حاغد على الإسلام ولا عندهم مشكلة مع الدين ولا نازل شاكلوا الكيزان وزعلانين منهم عشان الكيزان طبقوا الدين والناس ما دار الدين افترض تفهموا دي الناس مشكلة مع الكيزان عشان الصورة المشوهة العكسوا عن الإسلام ما مشكلتهم معهم في حقيقة الإسلام ولا في دون عندهم مشكلة مع الدين وعشان كده إنتوا لو فرحتوا بإنه الناس مرقت وشالت الكيزان لو فرحانين وفاكرين نفسكم إنه الناس حتقيف معاكم ضد الدين الإسلامي التواهمين ومطرطشين كلكم ده وهم الناس ما بيترضى في الدين الإسلامي والحمد لله يعني داك طلع عمل فيديو قال المرأة شهادة زي شهادة الراجل بناقض أصل الإسلام القرآن دي نصوص واضحة جدا ما في ذلك يقبل لك دا ما نصفه تأويل شانت تقول لي درايانا وأنا أفتكر دا نص قرآني دا نص قرآني فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء فهذا برضو فاكر نفسه إنه الناس وكتطلعت مظاهرات ونحن تكلمنا فيهم مظاهرات حرام وإيش دا موضوع تاني لكن الوقت الناس طلعت مظاهرات وخرجت على الكيزان هو يفتكر إنه الناس زعلانة من الإسلام وحيقفوا معاه في الأفكار بتاعته العدائية والحقد بتاعته بتاعه ضد الدين الإسلامي وده مهم طيب قال اليوم 25 نوفمبر يوافغ اليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة يعني اليوم الكتب فيه البوسي دا دا يوم بنهضه فيه العنف ضد المرأة طيب نحن بنسأل السؤال العنف ضد المرأة شكله كيف وسببه شنو انت ورينا شكل العنفة البحصة الشنو ما تبقى انت بتلصك في الإسلام تهم من غير ما تحدد شكل التهمة ذاته شنو العنف ضد المرأة كيف يعني في مرأة بيضربها في الشارع خلاص غلطانة ضربة دا ما الإسلام مرأة هانوة عملوا لها شنو بالزبط طيب قال صورتان تعكسان تدهور أوضاع النساء في بلادنا من سبعة وستين لالفين واربعتاشر وللأسف وبعد كل كل الأمم في العالم قال فإن الحال في بلادنا يسير بالمقلوب فكل ما تقدم الزمن تأخر وضع النساء في بلادنا لست بحاجة إلى تذكيركم لاحظ تذكيركم كأنه حاجة كده معروفة بالسبب الرئيس لتدهور أوضاع النساء في بلادنا فما يسمى بالشريعة الإسلامية هي سبب تدهورنا وتخلفنا وإزلالنا طيب دطعني في الدين واستغفاف واتهام للدين الإسلامي فبس ممكن لو تفضلت يا اسمه منعم سليمان عنده صلعة كده ورنا الشكل التدهور كان في شنو بالزبط يعني في يات ناحية من النواحي إنه المرأة عندنا بشكلها الإسلامي أو المرأة الملتزمة بالضوابط أو المستقيمة بالضوابط الإسلامية هي سبب التخلف في شنو يعني كونها لابسة حجاب الشرعي مثلا حجاب الشرعي ما من أسباب التخلف إطلاقا لأنه النصارى سيادة قدير عندهم حجاب أنت معجبون جدا وشايفك في بوس تاني بشكر فيهم الحجاب الشرعي يعني سبب من التخلف في شنو يعني الآن لو الناس دائرة تطور علميا وتكنولوجيا الفرق شنو يعني بين المرأة من ناحية الدراسة والصيانس المرأة اللابسة حجاب والمرأة اللابسة حجاب وهل الدول اللي تطورت تطورت عشان قلعة الحجاب يعني ده إبارة عن ذاته فهم متخلف وإذا كان هو دائرة الناس تنزع الدين ومعناه كده حتتطور نقول نحن هنغرق في التخلف زيادة لأنه انت لو ما حللت الشي الحقيقي اللي بخلينا نحن نتطور الناس بتطور بالعلم والناس بتطور بالإنتاج البحث العلمي البحث العلمي ده إطلاقا ما هو توقف علي حجاب المرأة ولا زي ما هو بقول ديل جابوا لنا دين وقالوا المرأة صوت المرأة عورة إن إحنا ما بنتطور بصوت المرأة ذاته صوت المرأة إحنا دارينه شنو في التطور يعني بنتج لنا شنو الصوت منتج العلم لكن الصوت الجميل والرنان ده للمرأة دار تغني به وما في غنى بطور لبلد أتحدا كمشي دول العالم دي كلها فتشت دول الآن الادفانس كنترس كلها وريني دولة اتطورت بالغنى يعني بغنوا صوتهم جميلة بيقوا خلاص كده متطورين الهندي دي دولة فغيرة وصوتهم نمشوفهم كيف ده ما معناها إنه أنا بتطور بتبرج ولا بالغناء ولا بالفحش يعني المرأة الليلة لو مشت عريانة في الشارع يعني إحنا خلاص كده باش الله يقول لك متحضرين ومتطورين ما في دول هذه جنبنا بيجاي لابسين بس السهلة بس حاجة بسيطة كده لابسنا هل معناها مطورين هم؟ وجعانين بعد فده ذاته ده من التخلص في تاكنتا طيب قال قال فلازلنا ونحن في نهاية العام 2014 نحكم بغوانين وضعوا ناس ماتوا وشبعوا موتاً وتحللوا وأصبحوا نفطاً يدخل بالخير الوفير في خزائن المملكة السعودية استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم طيب انت زعلان من كون القوانين الإسلامية وضعوا ناس ماتوا أول حالة القوانين الإسلامية ما وضعوا ناس ونحن ممند عبد لربنا بقوانين وضع إنسان دي قوانين ربانية من ربنا سبحانه وتعالى وهو الخلقنا وربنا الخلقنا عنده الحق يأمرنا وينهانا وإنت لو ما رضيان إنه ربنا يأمرك وينهاك مشكلتك مع ربك ما معنا نحن ومشكلتك ما مع الكيزان زي ما يتب تصنع إنه ده دين الكيزان دار تلصقه في الكيزان شأن الكيزان مشوهين وتشويها الدين بنسبة لهم الدين نم حق الكيزان ولهم من مثل الإسلام الدين دا نزلوا ربنا وفرضوا على العباد إنت لمن تقول وضعوا قوانين وضعوا ناس نقول لك لا الدين الإسلامي ما قوانين وضعوا ناس دي شريعة إسلامية ربانية وربنا يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربنا كما خلق عنده الحق يأمر وإنت الآن والعلمانين والشيعين المعاك دائرين تأمرون نحن دخلت لنا القوانين إنتو نقول لكم سؤال إنتو خلقتونا شأن تأمرونا لأن ربنا ورّانا إنو البيخلق هو البيأمر وإنت ما خلقتا ما عندك الحق تأمر ربنا سبحانه وتعالى يأمر ربنا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى قال والله يحكم لا معقب لحكمه ربنا عنده الحق يحكم في عباده يأمرهم وينهاهم لأنه هو الخلقهم وإنت ما خلقتنا بعدين كونك تقول دي وضعوها ناس وتحللوا وماتوا وبيقوا نفط إنت الآن القوانين تدرت أجيب علينا والدسور بتاعك تدرت أخدته هل وضعوا ناس حيين قاعدين الليلة؟ ما برضو وضعوا ناس وماتوا زمان وديلك ناس كمان ماتوا ساي ومعفنين ما عندهم قيمة أصلا كويس؟ وبعدين ميزة الحي والميت شنو يعني؟ هي القوانين والعلوم والضوابط الناس بتضع على الحياة الناس ما بينظروا ليه؟ الوضع حي ولا ميت وما في فرق بين الواضع حي والواضع ميت الفرق في النهاية بين القانون إن كان قانون شرعي يكون قانون رباني من ربنا سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو ربنا أو حليه وهو رسولنا دي قوانين ربانية ما في نقاش أو تكون قوانين دنيوية دي خاضة على التجربة والمصلحة منها يعني القانون لو نقيناه بيصلحنا شي دنيا وساي في حياتنا العامة في بناء في إعمار في علم في غيره نحن بنستفيد منه لأنه مش لأنه واضعه حي ولا واضعه ميت يا ميت القضية مش واضعه حي ولا ميت القضية إنه القانون ده بيصلح ينفع بلدنا ولا ما بينفعنا الآن النظريات العلمية اللي بنقرأ في الكتب والكتب الصينصة القاعدة في كلها وينو الواضع الحي منه ما ماتوا زمان انت ما بتقرأ فيه نظريات فلسفية مسوي صلعتك دي الفلسفة البتقرأ فيه هو الكلام الفارق والعلمانية ناس آدم يسمس وناس أرسطه وناس منون الحي فيهم منون أرسطه دي انت شفته ولا أمك شافته ولا حبوبتك شافته ما ديل ماتوا زمان ماتوا زمان دي فالقضية في الأمور الدنيوية والفهم في الأمور الدنيوية ما بتعلق بحي ولا ميت انت ميت ذاتك مرطان فالمهم ده موضوع حي وميت انتهينا منه نمشي لللي بعديه قال أنا ما در أخش قال لست هنا بصدد الدخول في جدل عقيم حول عقوبة جلد النساء يعني بيعترض على عقوبة جلد النساء المرأة ما يجلدوها شوف انت عندك كعلماني حوس بتاع دلال ودلع للمرأة في غير محله ونحن كمسلمين عندنا للمرأة كائن حي له حقوق وعليه واجبات ويتعامل الإسلام مع المرأة بالعدالة وليس بالمساواة وفي فرق بين العدالة والمساواة لأن المساواة هي التسوية بين المتشابهات والمختلفات وده غلط الإسلام عنده العدالة والعدالة هي التسوية بين المتساويات والتفريق بين المختلفات الليلة أنا لما نكون في البيت عندي اولادي واحد عمره سنة واحدة واحد بيقرأ في الجامعة في مصاريفهم ما واحد. ان كان الصغير ولد ولا الكبير الولد. مصاريفهم ما واحد. ليه مبنية على العدالة? ده بديو على قدر الشلبك فيه ودهك بديو على قدر الشلبك فيه. لو عندك زوجتين واحدة يا دوم مزوجينا جديدة واحدة عندها خمسة اطفال ومريضة وكده الى اخره ما حتكون النفقة بتاعتهم واحد. لانه الاسلام قايم على العدالة. ديك اللي عندها خمسة اطفال وبيته كبير ومسؤولياته اكبر عندها مرضى بيكون النفقة عليه اكبر من اللي عندها شنو طفل واحد او اللي ما عندها حاجة. الاسلام قايم على العدالة. المرأة الاسلام بيعملها بالعدل. ما بيعملها بالمساواة. واحيانا المرأة الاسلام يعطيه اكتر من الرجل. واحيانا الرجل الاسلام يعطيه اكتر من المرأة. والاسلام فضل جنس الريال عموما على جنس النساء وبعد ذلك قد تكون الأفضلية لأفراد من النساء أكثر من أفراد من الرجال مثلا عندنا السيدة عائشة رضي الله عنها امرأة وهي أعلم نساء العالمين ما ممكن أنا جاساوية بيك انت دا بيزول زيدة فهم واسخان وزول ما يعني لا فاهم دين لا فاهم دونيا ما ممكن تكون انت والسيدة عائشة واحد واحد أو السيدة فاطمة رضي الله عنها ممكن تكون واحد اطلاقا ففي فروق بعد ذلك بين أفراد النساء وأفراد من الرجال فنقول نحن الإسلام عامل المرأة بالعدل وفرق بينه وبين الرجل في أمور تقتضي العدل ومراعاة مراعاة الفروقات بيناتهم من ناحية البناء الجسمي ومن ناحية البناء النفسي ومن ناحية تغدير طبيعة كل واحد منهم في فروق والأمور بتختلف الآن المرأة يعني عندها أوضاع معينة من ناحية فيزيولوجية بيكون جسمها ما مهيئة مرات ما بكون عندها مزايزات تدعامل ما بكون عندها يعني نفسيات تدعامل الإسلام رأى على هذا الصلاة الله أسقط عنا الصيام ربنا أسقط عنا في الأيام دي تقضي سيامة وكتان الصلاة ما بتقضية المرأة ما تجاهد كما يجاهد الرجل لأن طبيعة المرأة ما تلائم الجهاد والحرب والأوضاع القاسية المرأة تقعد جهاده كن الحج والعمرة تحج وتعتمر والراجل يمشي الجهاد ويقاتل بحقوق المرأة فيها ميز الإسلام أكثر من الراجل ووضع المشقة على الراجل ما على المرأة ربنا وضع مشقة الإنفاق وإعالة الأسر على الرجل ما على المرأة ليه؟ لأن طبيعة المرأة أصلا ما تتحمل حتى ولو كانت قادرة وموظفة كبيرة وطبيبة وعندها داخل وعندها قروش وعندها وعندها لكن الإسلام ما كلفة بإنها يتنفق على الأولاد ينفق علىهم الراجل ولو كان وضعه تعبان ووضعه بسيط هو الواجب علىه ينفق ولذلك يقوم النظام في الإسلام والعلاقة بين الرجل والمرأة على الحقوق والواجبات ما في حاجة يسمى دلع نقول المرأة عقوبتها يعني ما تعاقب بالجلد ليه؟ والراجل يعاقب بالجلد للفريق شنو؟ أنتم مبتلعتوا بالمساوة؟ ما قلت إزالت كافة أشكال الفروق بين الرجل والمرأة في سيداو طيب ليه؟ يعاقب الرجل بالجلد والمرأة ما تعاقب نحن بنقول المسألة في النهاية قائمة على شكل الجرم اللي ارتكبه الراجل إذا أخطأ يعاقب المرأة إذا أخطأت تعاقب والعقوبة بشكلها الموجود في الشريعة الإسلامية فيها رحمة للجميع لأنه الليلة اللي إحنا لما نقول المرأة ما تعاقب تحمل شي اللي عايزاه تطلع بره وتجرم وتمكن الناس منها وتزني وتجيب أبناء غير شرعيين دي إنت ما تعرف حيترتب على شنو ثاني من البلاء ومن الشر؟ دي ممكن يموتوا بسبب ناس ممكن تنشأ حروبات وقتال بين الناس بسبب زنا دا ارتكب انتهك عرضي وده يجي كاتله وده كالولد انتغم لأخته يحصل فيها موت يحصل فيها آآ يعني بلاوي كبير جدا ودي كلها دا ما برائية إطلاقا دا المرأة تنطلق وتعمل الحاجة اللي هي دائرة وبعد ذاك تاني يحصل ما يحصل في المجتمع طيب فبعد ذاك قال لن نتقدم لن نتقدم آآ لن تتقدم المرأة في بلادنا خطوة واحدة إلى الأمام في ظل حكمة الشريعة الإسلامية كويس الكلام دا هو ذاته ما حدد الخطوة لحتتقدمه شنو ما حدده والحاجة ما حدد الخطوة لحتتقدمه شنو الدائرة هو شنو انت ذا المرأة تعمل شنو بالزبط يعني شان نقول المرأة دي متقدمة هي المرأة عاملة كيف يعني يعني مرأة مدعلمة نقول الإسلام ما منع التعليم مرأة منتجة تعمل طبيبة تعمل معلمة باحثة تعمل تكنيكا أي حاجة من الوظائف اللائقة بالمرأة الإسلام ما منع وضع لا ضوابط نعم وضع ضوابط للعمل لكن ما منع إذا كان انت بتعني بالتطور المرأة تكون ناجحة وتنتج يعني في بيت أبناء صالحين ينفعوا المجتمع ينفعوا الدين يرفعوا راس الأمة كلها ويحموا الإسلام ويحموا وطنهم وبلدهم ويطوروا البلد إذا المرأة بالساهم في جانب دا الإسلام ما منعه بل الإسلام حثاء على ذلك انت وضح لنا بالضبط تعني شنو بأن المرأة تتطور يعني والإسلام الشيء المنع منه بالضبط هو شنو إذا قاصد انه تطور المرأة كونها تطلع فاك شعرها ويجي بها في التلفزيون وتغني أو يجي بها في التلفزيون وتعملها برنامج وهي متبرجة وكده وكاشفها محاسينة ومفاتينة دا ما تطور أصلا هو دا ما تطور أصلا يعني تطور في شنو يعني بالضبط ما في حاجة ما أنا ما شايف أي شكل من أشكال التطور هنا والمنفع على البلد طيب قال لن يتم في ظل سياسة دفن الرؤوس في 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 رمان الخوف فلننتهز المناسبة ونعلنها بأعلى الأصوات لا لحكم الشريعة والله انت التغييم اللي وضعت الشريعة للمرأة وكون الإنسان عشان يدخل الجنة الجنة تحت أقدام أمه وكون الإسلام يكرم المرأة من ناحية الزواج وانت تمشي تخطب من أهلاء مكرمة معززة وهلا يتلم في كافة أشكال الإكرام وتطلب من أهله وما تتزوج المرأة إلا في وجود أو بإذن من أهلها وتكون محترمة وموقرة والأسرة مبنية بناء منسق وبناء منضبط يحفظ لكل إنسان حقه ويحفظ لكل إنسان كرامته ما في إكرام أكثر من كده كويس يعني تقدر تعالينا لا لحكم الشريعة الإسلامية انت ما حتطلع في النهاية المرأة ما عندها أصلا ولا لأبوها ولا احترام لأبوها ولا تقدير لأخوها ولا ليشيء أسري وفي النهاية دار تتزوج حسيم تتزوج بمزاجة تتزوج بمزاجة دا ما عنده تبعات انت تبعات ما بيطرع إليها لأنه انت جاري ورا ورا استغلال المرأة شان تكون هي متاحة لكل المرضى الزيك انت دايرة تكون متاحة دا الغرض في النهاية إنه المرأة تكون متاحة شان الواحد لو داير يكون هو إنسان لا معروف له أصلي لا فصلي لا معروف له دين لا معرف له اخلاق لا معرف له اي شي ولا عنده مقومات دنيوية هو يقدر يكون بها اسرة امشي في الشارع يلاقي لأي واحدة يخدعها ويغشها وياكل راسة يقول لانا بعرسك ويمشي وفي النهاية يقع فيها وانتهك عرضها وملطشة ويدعها في الشارع وتكون لا اسرة تقيف وراها لا اهل يقيفوا معاها لبرنامج ديني ذاته يحميها ولا شي ده الدائر انتم وده محترام للمرأة ولو في اي واحدة مغشوشة صدقتكم ورأت انه هي افضل لها تمشي بحريتها تزوج في الشارع من غير اولياء امور ومن غير يعني عقد شرعي صحيح دي بتلعب علي نفسها وفي النهاية ضيعت نفسها وحرمت نفسها من النظام الاسلامي اللي في غاية الاحترام حتى في التعامل مع المرأة في البيت الراجل ما عنده الحرية الكاملة يعمل المرأة ما يشاء ويأزيها زي ما هو دائر او يصرف فيها زي ما هو دائر حتى الآية اللي هم بيعتبروها دليل لهم على انه فيها اساء للمرأة هم مفهموها والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الآية دي بالمناسبة فيها غاية في الاحترام للمرأة لانه اول حاجة تعاملة الشريعة معها بالتدرج في الاصلاح والتي تخافون نشوزهن اول حاجة التعامل ده بيكون مع المرأة الناشز ما مع المرأة المحترمة 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 زوجها البتدعمل بالتعامل الشرعي وكذا لا 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 دمع مرأة ناشز خرجت عن طاعة زوجها طيب قال فعيضوهن شوف الترتيب والجمال في التعامل هل انت بتدعمل كذا الان ما تعامل قاسي جدا بل انت ما ابتضعوا لها اصلا من الاول يعني ضوابط الاحترام ولا قيمته انتوا دارينها في الشارع اي واحد منكم هو او حنك بس حنك بس مع المرأة يسوي فيها الدائر لكن شوف اول قال فعيضوهن لو الموعظة والنصيحة ما نفعت معاه قال فهجروهن في المضاجئ ترتيب شوية شوية للمعالجة برضو ده لو ما نفع قال فاضربهن والضرب ده مش الضرب اللي بتفهم انت القسوة والاساء ده ضرب حاجة كده بس تظهر انه الراجل زعلان بس بمسواكه بطرف العمة بملاية حاجة لا تكسر عظم لا تجرح في النهاية فقط الضرب في الاسلام يعبر عن غضب الرجل على امرأته ما اكتر من كده ما في دك بعكاز ولا دكواتي الحرامي ده ما في لاحظ قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا انتبه لاخر الاية قال ان الله كان عليا كبيرا يعني انت لو استغلت قوتك كرجل الرجل ما قوي في جسمه ماذا يا المرأة لو واستغلت قوتك وشدتك انت والمرأة بعد ما طاعتك وهي ماشى في بيتها تمام بكل احترام وبنظام يعني جميل لو هي احترمتك وقدرتك وانت ظلمت ربنا قال لك اتذكر ان الله كان عليا كبيرا ربنا اعلى واعظم واجل وحينتغم منك نظام في الاسلام نظام فيه احترام غاية لكن انتو دايرين المرأة تخرج من الانضباط الوضع والاسلام والكرامة اللي ادى اليد دين وتبقى لغمة سائغة في يدينكم شان يتلاعب بها السفهاء ومرض النفوس وفي النهاية يفجروا بيها ويعملوا الدايرينو وفي النهاية لمن تقبر ما تلقى ولد يرعاها ولا يهتم بيها لانه الولد بيجي بالطريقة الشرعية والولد الشرعي البنفع بيجي بالطريقة الشرعية تبقى بعدين عجوزة تجدعوها في دار العجزة والمسنين وتجي تزوروها في السنة مرة واحدة هو خمسة وعشرين نوفمبير بتاعكم دا تجي تزور المرة بعد ما جدعتها امك ها في دار العجزة والمسنين تزورة وتديها وردة كده وتقول لا باي باي حاجة حنا تلاقي السنة الجاية دا الدائر انه هم وده ما بينفعين دا نحنا فلينا مواصلة ان شاء الله وكالتاني لو لقينا زمن نرد على بعض التفاهات البقلاء العلمانين ديل وبالله التوفير